اشتركوا في القناة موسيقى موسيقى جمعية المغربية للتربية الطرقية فرق نطرة في شاركة مع الوكال الوطني للسلامة الطرقية والسلطة المحلية والامن الوطني اللي كيشرفه في هذا اليوم اللي هو اليوم الوطني للسلامة الطرقية على هذه الحملة التحتيثية تحت شعار مبادرة من عجل حياة وإزداد ديالهم وفاضا على السلامة دي لوليداتهم باش يكونوا البدوى الأجيال دي للمستقبل باش يحطون صورة ديانة على المواطن المتغريبي لأنها مواطنة يحبار قانون الزيال ويقوموا على صوت القوية شبال مصرح يا سيارة تنفي حيال الله ويالرأسية شبال مصرح يا حيال السلام عليكم أنا كمواطنة دي زدفة لحت تنظيم هذا الرائع من عند الجمعية الوطنية للسلامة الطرقية اللي صراحة قاموا بواحد دور مهم وعاوى المواطنين والمواطنات وسهموا في تنظيم ديالالتسير وهذا يعني تباك الله عليهم هاد الشي هذا دعمة كان شهدوا ليهم دعمة بلي راح شي حاجة اللي كتام في توعية ديال المواطنين وهذا الشي هذا اللي خاص يعني كانتمنى وبصح أن هذا العمل هذا يكون حسن خير دعمة أن المدينة مثلا تنظم في أسير وللحترام ديال القوانين وما يتمشي الاختراق ديالها ونحدهم المخاطر ديالها اللي ممكن أن المواطنين يتعرضوا لها كمشهدوا آفات لأن صغار وكبار ممكن أنهم يتعرضوا لدي حواديث هادو فهدي مبادرة طيبة من جهة هاد للأطور وهاد ناس اللي قاموا بها التوعية هادفة كمشكرهم أشد شكروا اليوم كنحتفلو باليوم الوطني السلامة الطرقية اللي كنصادف 18 فبري من كل سنة اليوم الحمد لله كنشوفونا الجمعية المغربية التربية الطرقية في فرع القنيط كنشوفونا كنشوفونا حملة جمعية حساسية واحد الإطار الأسبوع السلامة الطرقية كنفتخروا به الجمعية لأنها الحمد لله قدرت على أنها تنزل الشريع وأنها توعي الناس بالمخاطر الحواديث تصير كيفما كتعرفوا لأن المغرب يعيش يوميا حالات تزايد الحواديث اليوم كفعاليات جمعوية وكذلك كإدارات عمومية لدور شباب لمؤسسات تعليمية لجمعية المجتمع المدني خاصنا أننا نتحدو ونتعاون في مبعضياتنا من أجل أننا نديرو حاملات تعاوية وحاملات حساسية من أجل حد من الحواديث تصير وتحسيس بالمخاطر ذي لها بالأخص ممرات الرجلين بالأخص أن نوعي لأصحاب السيارات بضرورة احترام الراجل لأنك اليوم ممكن تكون الراجل وممكن في نصف الوقت تكون صائق إذن اليوم نحن متواجدين بمدينة القونة متكاتفين في مبعضياتنا متعاونين في مبعضياتنا لا كجمعية ولا كإدارات عمومية لكي نجحوها اليوم 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 الوطني للسلامة الطرقية الذي يصادف 18 فبري من كل سنة محمد جابري فعي الجماعوي من دينة القونة اليوم مناسبة اليوم الوطني السلامة الطرقية نتلقى مع الإخوان يشغلون هنا ويقوموا بأحد الحملات الحساسية للمواطنين والسائقين والجميع القونة نشكرهم للمغربية التربية الطرقية على هذه المبادرة وعلى السلطات المحلية التي تقوم بدورها على طيلة السنة بالتحسيس للسائقين والمواطنين باش يحترموا التربية الطرقية لهذا كان نبلغوا وكان بغنقوا كفائل في المجتمع المدني أن المواطنين يحاولوا يحترموا سلامة طرقيات باش أنهم يحميوا حياتهم ويبقوا طول عمر لوليداتهم ولهم وما شكرا للرجال الصحافة الذين يقوموا بدورهم حتى وما بتغطية الحدث بهذا اليوم وكنتمنى يكون بداية للبرامج وطنية كبيرة للبلاد باش نحاول نخف من حوادث السير اللي صراحة كتألمنا بزفزف لهذا شكرا لكم كاملين والناس اللي داروا هذه المجهودات هذه السلامة الطرقية كتبض من الجمهية ومسكتين يرغب جديد السيقة وقانون في القومترة ويشاركوا عن وكانة الوطنية في السلامة الطرقية يوم تحسسي حول السلامة الطرقية لأوهور آمين جانب الطرقية ويستخدم الله الخاص براجلي المجهودات المجهودات يغانب الله الخاص براجلي لأوهور آمين ونمر مواطن ينتقبل الله الخاص براجلي تقليل 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 يوم الوطنية للسلامة الطرقية باش تحسس المواطنين والمواطنات ضرورة حفاظ على السلامة دياله وعلى الأرواح دياله وبعد المناسبة احنا كجمعية مغربية للسلامة الطرقية فرع قنابها كان قط متعجية للعائلة دياله رايين الملك الصغير وكان جدده علين الراحلات وكان قط مخالص الموافذ وآحظ تعاقل العائلة دياله لا يحبه اشتركوا في القناة